يا عالم بحضراتكم مرة أخرى زي ما تركب كده قبل الفاصل ما زلنا في مصر فكرة الأخصاء النفسي في مصر تحديدا في الرياضة دي حاجة عيب دي حاجة ما تصحش ما ينفعش هيقوله عليك مجنون هيقوله عليك مش عارف إيه لكن الحقيقة إن احنا متأخرين جدا في هذا الأمر إنه الطبيب النفسي زيه زي طبيب الأسنان زي طبيب البطنة زي حاجات أو ما بتطلع لكش ألم جسدي ولكن هي بتعملك مشاكل في حياتك كتيرة جدا تحديدا الرياضيين اللي هما بتحطوا تحت أضواء كثيرة هما أكتر ناس بيبقوا محتاجين الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي شرفني ونورني في هذه الفقرة دكتور محمد صفي استشايد أعداد النفسي الحياتي لمتخبات الوطنية وعدد كبير من اللاعبين سواء على مستوى الألعاب الأخرى أو كرة القدم يا دكتور مشرف ومنور أنا سعيد جدا بتواجدك أنا سلام بحياتك أنا أسعد أخبرك إيه؟ كله زي الفل الحمد لله المقدمة اللي أنا قلتها لسه متأخرين إحنا في القصة دي صح داك خلصت الموضوع يعني خلصت آه إنه ليه بس في القدم في القدم بس في القدم أكتر يعني لكن في تطور في باقي الألعاب جدا 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 بيجي لك ناس ويقول لك إحنا عايزين نشتغل معنا القدم والألعافر دي العافر دي العافر دي طبعا كتير بقى الفكر بقى فيه وعي يجامل جدا وعشان يعني اللعيبة نفسها شايفت دا برا وعايشة في دا برا الموضوع قديم جدا مش جديد يعني هو الموضوع مهم جدا 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 وبيفرق وفي بطولات كتير قوي إحنا بنخسرها سواء في الألعاب الفردية أو الألعاب الجماعية بسبب الحالة النفسية واللي بيحتاج إعداد نفسي ممكن اللاعب ممكن الجهاز الفاني كلنا محتاجين إعداد نفسي صح عايز أقول لحدك أنت ممكن تفدل تعد البطولة مثلا سنة اثنين تلاتة أوليمبيكس وطيفر نوع البطولة ايه تدريبات بدنية وفنية والكلام دا كل بزرق وممكن تخسر بعد يعني فترة طويلة من المجهود ومن التعب بسبب الحالة النفسية نك بتأهلتش نفسي شبتك كويسي أو عدم الاتزان النفسي بزرق لان كده معظم اللعيبة في الألعاب الفردية عندهم الوعي بتاعنا القدم شوية لأ يعني فيه مشكلة كبيرة عندنا في الحالة دي يعني وخالي بالحضر مفيش لاعب قدم في مصر مش محتاج إعداد نفسي صح سواء بنكسب أو بنغسر لأن إعداد النفسي إحنا مش بنشتغل عليه في الوقت اللي بيكون فيه اللعب عنده مشكلة خالص ما انت في الدوري الأوروبي فيه لعيبة ما عندهش مشاكل انت زي بس يكمل البروغرس بتاعه فزي يبدو بنفس الفكر فيه لعيب لما بيكسب أو لما بيعلى اسمه أو لما بالنجومية بتزيد ممكن يقع طب تجي نعمل التمثيلية اللطيفة كده الله يروح الدكتور صفي هيقول لك أنت محتاج ليه خصائي نفسي فأنا أول شؤال هسألولك هو أنا ليه محتاج خصائي نفسي فأنت هتقول لي إيه صح هنبدأ من أول خالص احنا بنعمل أننا نستطيع اللاعب حسب اللاعبة بتاعته لو بنتكلم على كرة القدم فيه أكثر من شكل احنا بنشتغل عليه فيه شكل علاقة بالملعب يعني أنا الشغل بتاعي الأساسي بيكون داخل الملعب وببدأ الشغل بتاعي من ديوان مع الجهاز الفني يعني زي الأحمال زي الشغل الفني تبتشتغل معه جواء الملعب وده هنتكلم فيه عشان ده ليه شغل كتير قوي مهم جدا جدا ليه علاقة بحاجات ليه علاقة من ناحية الفنية فده لازم يبقى فيه وعي عند الكوتش يعني لازم الكوتش نفسه هو مدرك الأهمية المعدي لنفسي عشان يسعيد ينقى اشتغل معه ممتاز دي عكم واحد فيه شكة تاني لو اللاعب عنده بعض المشاكل أو الضغوط ليه علاقة باللعب اللي هو مثلا ما بيلعبش مثلا اللي هو ما بيشاركش كتير فمتدائي جدا انه هو ما بيشارك او كان بيشارك احنا عندنا كزا حقا يعني مثلا عندك لو لاعب لقد الله كان بيلعب وماشي كويس جدا وجاتل أصابة بالزبط فبعد الإصابة انه هو يعمل تاني الكامباك بتاعه ويرجع فعشان كده بيكون فيه شغل مهم جدا لينا أثناء الإصابة وبعد الإصابة وفيه لاعب بيبقى هو طول ما هو يعني بعد ما بيتعالج من الإصابة وبيتعافى منها بيبدأ عقله بيفكر ان الإصابة هجلي تاني بيبدأ فيه إصابات متكررة صح وكون من انت بتفكر في الإصابة او ان هتيجي هتيجي او بيحصل لك حاجة زي خلل او تانس ماين بتخلي عقلك انت برضو بتفكر في الإصابة دي منتاز فده ازاي يشتغل معاه فيه بقى اللاعب اللي هو لعب مباراة واثنين او ثلاثة وكان مش موفق فببقى يعني السوشيال ميديا والجمهور والإدارة والضغط اللي عليه وبذات لو عقده هيخلص فهروح فين هاشتغل يعني ببقى فيها كذا اكتر من حاجة ان ازاي العقل بتاع اللاعب بيقى مشتت ازاي تخليه عنده هدوء وثبات فيه حتة مهمة جدا جدا في القدم في القدم في الأوقات الكريتكال جدا لو انت مثلا بتلعب في ضربات الجزائق لو فيه فاول في آخر هتعمل ايه ايه لو خداك فاكر يعني لحظة مهمة جدا بيحب اتكلم عليها دايما الجون اللي ودينا كاس العالم دايما بيحب اتكلم عليها محمد صلح ضربة الجزائق في الكونغو ضربة الجزائق دي هو محمد كان عمل لها حاجة اسماء التصور وعقلي هو متضرب عليها في ليفربول لو جينا حسبناها بالشكل المصري الطبيعي بتاعنا قبل ما يشوت ضربة الجزائق الطبيعي او بديهي لو بنتكلم لو ما فيش اعداد نفسي لو هو كان فكر في التسعين مليون هيقوله علي ايه صح هجيبها يمين ولا شمال عمرها ما كتاتيجي هو كان عامل حاجة اسمها التصور وعقلي قبلها بيوم او بيومين ان لو جات لي ضربة جزائق هعمل ايه وقشوتها فين مش هفكر في لحظاتها ولو رحضك رجعت للفيديو بتاع محمد صلاح هو حط الكورة ورجع هو ما فكرش هو كان عارف يعمل ايه فده اللي احنا دايما بنضرب عليه اللاعب قبل المنافسة ان انت تعمل ايه في الاوقات دي حسب نوع رياضة انك تعمل تصورات او توقعات وهتنفذ واحد اتنين اترابعة لو حصلت كده رقم واحد تصور عقلي رقم اتنين توقع للمشكلة انا بضرب اللاعب بتاعي انا مش بستنى لما تحصل المشكلة وقوله طب خلاص تعالى نحلها بقى المباريات اللي بعدها لأ انا بحبت اللاعب بتاعي عشان كده بقول حدك انه لازم اشتغل معاها جوه الملعب احب اسألك على حاجة فيها انا عايز برضو ايه خد بالك انا عارف انه دايما لما بنستضيف دكاترا محترمين بيبقى الكلام العلمي كبير ومهم جدا للناس بسأنا بحب دايما نوصل لعقلية الناس البسيطة اللي يفهموا الوضع عامل ازاي قال الوقت مثلا عندي مشكلة كلاعب مشكلة كبيرة انه زمان لعب الكورة او اللاعب بشكل عام في اي لعبة هو اخر وضع بيتحط فيه في مواجهة مع الجماهير وقت المباراة في المدرجات دلوقتي هو بيتحط في مواجهة طول الوقت على السوشل ميديا وانت في كل الاحوال مش تده تسحمل منه الموبايل تقول له لا ما تبسكش الموبايل خالص انت لازم ما تتعملش مع السوشل ميديا فانت محمن قلتلي قلتلي كريم بقولك ايه في ناس هتجتمك هتنتقدك هتهجمك هات 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 ما تردش انا ممكن هستفز في لحظة ازاي يقدر اكون ترول على لاعب في الوضع ده الحتة دي حسب اللاعب وحسب بيئة اللاعب وثقافة اللاعب الشخص نفسه الشخص نفسه ولازم هو فاهم انت السوشل ميديا اضرارها ايه وازاي ترد في السوشل ميديا وازاي تظهر في الاعلام لان في بعض اللاعبين هو ممكن يتعامل بشكل طبيعي خالص فيضره والعجل صحيح الحاجة التانية ان احنا في وقت يوميا لازم بدخل اللاعب في حاجة اسمها العزل انه لازم اعزله عن كل المؤثرات الخارجية في بعض اللاعبين وده اللي ممكن يكون بيحصل في الكواليس يعني مش بيحس بيها الجمهور ممكن يكون جاي النهاردة ما عندوش ضغط من الجمهور ولا اي حاجة بس عندو مشكلة في فيتو وممكن تبقى مشكلة بسيطة ممكن يبقى ابنه لقدر الله تعالى عن شوية عندو مشكلة معمراته عندو مشكلة معمراته ولسه مرتبط وعندو وتفرق ايه المشكلة او نوع المشكلة اصني المشاكل الناس ما بتاخدش بلع منها اللي هو ماله هو متضايق ليه هو مقاليف ليه مواقد مستحقاته وكسبان بطولة زينا كلنا ممكن ننزل شغلنا واحنا عندنا مشكلة نفسية بشكل مشكلة شخصية اللي بيكبر المشكلة تفكير اللاعب في رأي الجمهور يعني هو نازل والناس هتقول علي ايه تمام فازاي اخلي اللاعب ان هو مايفكرش في حد وبرضو عندنا مشكلة كبيرة جدا في حتة المكسب والخسار انا دايما عندي مشكلة مع اللاعب اللي بيفكر في حتة المكسب عن هكسب والله اخسر انا ضد المسترح ده انا دايما بتكلم على الاداء اتكلمني على البرفورمانس بتاعك ازاي تعمل اعلى اداء ليك اشعر لو في مثلا احد المتشاط الدوري لو لديت فيه فريق تقضى بهدف او اتنين فالفرقة اللي كسبانة لو حاسنا انا كسبت هيخسر اشعر والعكس اشعر فازاي بعنده الاسبيرت شغال لغاية اخر لحظة وده لحداك بتشوفه دايما في الدوري الاوروبي بالتحديد الدوري الانجليزي هو اللاعب نازل هو بينفز التسك اللي عليه لغاية اخر النفس كسبان خسراني ازاي يفضل ماشي ويطلع ال 100% صح فازاي تبقى فيه المنتالي بتاعت اللاعب ان هو زي يفكر بالشكل الصحي طيب انا عايز اتكلم كتير عن موضوع الالعاب الفردية تحديدها عشان عارف ان انت عندك شغل كتير مع ابطال مهمين جدا في رياضة المصرية بس عايز اخلص الاول الجزء بتاع كرة القدم اللي هي بتهم الناس اكتر اولاية الفعل زي ما انت وطلت الفعل اكتر محتاجة الشغل النفسي هل في نادي في مصر اتحاد مصري جي قالك قبل كده والله احنا محتاجينك تيجي تشتغل معنا تشتغل مع اللعبة بتاعتنا ولو لفترة مؤقتة حد قالك احنا محتاجين حاجة زي كده ولا محدش قدم ولا اتحاد عادي جي بشكل فردي مش اتحاد اه مش قرار اتحاد حصل من احد الاندية ده اقرب حاجة من فترة قريبة وهو كان متخوف من دخول او زي هيعب دالي اللعبة خاف ان اللعبة تفهمه بشكل غلط رغم ان هو هو اللي طلب كده بعض اللعبة في دايما جوة الفريق هو تحسب بشكل مش صحي شواء يعني اللعب ده هيوافق ولا اللعب ده هيرفض فانا نفسه القاعدة نفسها ما كانتش بالنسبة لي متعبة يعني هو مش مقتنع بالفكرة اصل خالص وبقول لها ده اجباده يعني انت بتواجه مشاكل انت لازم الاضارة تقتنع ولازم الكوتش نفسه يقتنع لو كنتش حاس انه الموضوع دوت فرعي مش مهمة فخلص مش هشتغل معك ومعظم المدربين الاجانب فهمين ده وهم دايما اللي بقوا طالبين ده بس لو الاضارة مش مقتنعة بدا طب انت بشكل شخص بيجي لك لعبة كرة بيتكلمه معاك بيسألوك بيشتغلوا معاك طبعا بيجي لك مش لعما اكيد مش عايز اعرف مش عايز اعرف طبعا وليسا بنتكلم على الثقافة فانت لو قلت اي اسم دلوقتي بقى بس بيجوه لك وده مزعلني على شكرا مزعلك ده مزعلني مش انهما بيجوا طبعا يعني شرفوا يا ربوا ويا ربوا كل الناس انهما مكشوفين او بيستخبوا اه انهما شايفين ان احنا ما ينفعش حد يعرف او مش مش يعني وبيجوا بشكل برضو يعني اه في وقتة يعني مش لازم حد يشوفنا رغم ان دي لايف ستايل مهمة جدا يعني محمد صلاح بياخد منت طبعا يعني ده حاجة اضافة ان انت بتكون بتتكلم في الحتة دي او ان انت بتقول ان انت عندك والله لأ ده انا عندي دكتور تغزية عندي منت في بعض الحاجات المهمة جدا جدا ان كويس انا اقول ان انا بعملها كلاعب بس الثقافة مش موجودة مش موجودة خالص خالص في بعض اللاعبين عشان برضو نبقى صريحة بقى عنده الوعي بس هو مش خايف من ده هو خايف من كلام الناس وخايف من النادي يفهمه غلط ان هو عنده مش كده وده بيوجدين في بعض المشاكل لان انا شغل اللي مش هيتم انا بشتغل على كذا مرحلة في وقته معي اللازم اتواصل مع الكوتش وفي وقته معي اللازم مش في اللاعب في الملعب وفي وقته معي اللازم هقول لها بيك على حاجة بسيطة جدا 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 انت بيكون على في المطش في ناس هتغير صح كده صح يفرق كل اللاعب من التاني يعني المفروض لو انا يعني لو في حد مختص مع اللاعب لو ليت اللاعب هادي هينزل المطش ازاي ليت اللاعب متوتر هتسخنه ازاي تفاصيل مهمة كلها هقول لها حاجة ببساطة المدلك مش لازم اللي يشتغل في الحتة دي يكون حد في المنتل انا بدي حدك حتة او انا مثلا في التدليق او في التسخين في مدلكين شاطرين جدا جدا مذاكرين منتل وبيدرسوا منتل بيفرم عزاي ان ليت اللاعب بتاعي مستصار جدا ادلكه بهدوء ولا اهديه وهو نازل يلعب دي النقطة في منتل اهمية جدا انا عرفها من بره مش بشكل طب يعني انه اللاعب اللي بتبقى متوترة جدا والنازل ده بيجي لها بصحابات بسرعة بيجي لها مشكلة مشكلة عضلية بسرعة ودايما التغيير بيتم في الوقت الكريتكال جدا صح فانت منزل اللاعب ده انت عايزه ينفذ تسك يعني في لحظات صح فزيب عنده الهدوء والسببات نوع يعمل الحاجة فانت قادر تجهزه بدنايا بس تنسيت انك تجهزه نفسيا لله ممكن تأثر عليه بدنايا بالزبط طيب والتالي انه بعيد عن كرة القدم فيه ابطال كتير يشتغلوا معاك ودا في العالم بقى الحمد لله من الابطال يشتغلوا معاك ودا الترجم لنجاحات اللهم لك الحمد كتير يعني لسه اخيرا ببارك لمحمد سيد سامي طبعا لسه واخد الحمد لله يعني طولة العالم في البحرين ولسه الحمد لله من أقل برضو من أسبوعين كان في إيطاليا احنا شغالين مع بعض من 2019 منعرف سوال ليك مع ابطال كتير وانت بتتكلم كم الابطال الحمد لله طبعا طبعا الولمبياد توككا داخل حياة كانت هي هدايا ملاك والجانب فاروق موظم اللاعب في الألعاب الفردية هم عندهم الوعي بتاع الإعداد النفسي وهم اللي طالبيننا مش لازم أنا يعني فيه أكتر من فهم لا ما أنا بكلمك انت كنموذج يعني كنموذج لفكرة انه أخصائي نفسي يبقى موجود مع اللاعبين بس هما بيجوا بشكل فردي ولا بيجوا بمستوى مع مدربينهم أو الاتحادات هما اللي بيوجهوهم لا دلوقتي بقت الأندية عندها الوعي ده شوية ففي بعض الأندية هيا اللي بتعاقد معنا أو بتبقى ممكن مش تعاقد تيجي مرة أو مرتين حسب الديل وفي بعض الكوتشيز اللي هما بيتكلم معاك انك عايز تيجي للتيم بتاعه تضيف بالألعاب الفردية أنا بفضل الشغل الفردي الجماعي يعني يعني أنا مثلا اشتغلت فترة في الألعاب الجماعية فالألعاب الجماعية بيشتغل معاهم شغل جماعي فردي بخير بلك القدم نفس الكلام شغل جماعي وفردي يعني بقعد مع الجروب كجروب وبقعد مع كل واحد بشكل الانديفيدويل لأن أنا بشتغل في حاجات ليه علاقة بالملعب في حاجات ليه علاقة بالنحية الحياتية أو الشخصية فأنا مفعش يبقى لعب عنده مشكلة وقعد معاه قدام الناس ونقعد نتكلم ويحكي لي مشكله وأقوله فلازم فيه وقت بيبقى لازم اللعب بيبقى برحته خالص في بعض الحاجات البسيطة اللي ممكن كبتواجهني مع بعض اللعيدة إن ممكن يبقى عندي لعب وهو مسافر بوكري عنده بطولة عالم بس هو عنده حاجة مشكلة مأثر علي بره اللعب مشكلة شخصية مشكلة شخصية فممكن نيجي ونتكلم سواء تتحل أو ما ينفعش حنا لها دلوقتي بس وانس إن انت خرقت أو جيت تتكلمت وطبع إحنا عندنا سيستم إن معظم أو أي كلام بيتم فهو جاي بيتكلم وبيفتفت وعرف إن أنا الكلام دي محنش يسمعه طبيعة الحال وكتير ممكن يكون المشكلة مش قدر يحلاله دلوقتي بس هو مسافر الصبح وفيه لعيبة كتير بتسافر بطولة أو تطلع بطولة مهمة وهو شايل المشكلة فبيخسر بسبب إن هو عقله بيفكر في حاجة شكلها سواء بقى لي علاقة باللعب بعقد بفلوس بحياته أنت بتتابع طبعا زي أنا كلنا اللي بيحصل في الكورة في مصر في كورة القدم تحديدا ويه بنقول اللعيب دوت لو بس كان دماغه كويسة كان زمانه اللقتي في حتة تانية كتير أمثلة كتير مش عايزة أذكر الأسماء أنت لما بتشوف ده على الشاشة زينا يعني بتقول الراجل ده كان حله سهل وبسيط ده كتير 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 ومعظم الحلول بتبقى مش صعبة هي الفكرة بطوة زي مولت حضرك إن هو يبقى جاي ويبقى هو عايز هقول لحضرك الحاجة في بعض اللاعبين في الأععاب حتى الفردية أو في الأععاب القدم أو الأععاب الجامعية هو ممكن مش مقتنع بالفكرة بس خلال ما بيقعد وبيفهم انت هتساعده ازاي الموضوع خلص صح فهي الفكرة إنه بس يبقى فاهم يفهم الحاجة دي لكن طول ما انت شايفها من بعيد أنا مش عايز أجرب ده الموضوع المختلف أنا عندي فكرة تاني مختلف شوية أو حاجة بيشوفها كل الناس اللي في الشارع إحنا ليه بنقعد قدام الدوري الإنجليزي وقاعدين ممبهرين قوي ليه؟ يعني إيه اللي ناس دي بتعمله؟ طب ليه صلاح بقى في الحتة دي؟ ليه كل المصري اللي طلع بره اختلف عشان السيستم هناك هو اتطبع عليه الفكرة نفسه اتطبع عليه جدا جدا من يشتغل عليه تحليل الأداء النفسه حاركي هاي طب عايز تسألك على حاجتين مهمتين يعني قضايا واضحة يعني عبدالله سعيد في آخر مباراة بين زمالي كوب تراميز لو فرجت على المباراة خرج متضايق بعد طارد علي جابري والنوات غير بعد عشر دقايق وخرج متضايق جدا في موقف زي ده بتقول إيه انت مثل لعبدالله المفروض احنا بنكون مجهزين زي موضت حارك من شوية توقع المشكلات ان هو ازاي يبقى عنده ضبط النفس او يبقى عنده اي حاجة تحصل لعبدالله او اي لعب يعمل ايه ويتعامل ازاي وازاي يبقى عنده هدوء وثبات انفعالي عشان ما يقصرش على نفسه ولا على بقية اللاعبين يعني هرد راحتك بمثال تاني شفت كهرباء هو خارج مبارح بيحفز محمد شريف ودي حاجة جيدة على الكهرباء وحاجة يعني ربنا يكرمه ويثبته وكان حاجة مميزة جدا هو انطباعك ايه وانت خارج على بقية اللاعبين اثرت في اللاعب اللي نازل فخليته يسجل هدفين بالزبط اه او ده الاسبيرت او بالزبط هدي بتفرق جدا ان هو الفيس في اكشن بتاعه نفسه مختلف غير لما يكون فيه لعب هو مش متقبل التغيير هو نازل من اللي بينزل مكانه ومتدايم الدنيا كلها فاللعب اللي نازل له اصلا عنده مشكلة بعد كده وحاجة ايه في بعض اللاعبين هو بيتأسرع طفين جدا فانت مش عارف فانا ممكن ايه انا فيه تغيير جالي فانا خارج عملت رأكشن يعني هزعل عليه او انا مش قصده بس اللي داخل هو اتأسر بالحالة دي ودخل لها صح عشكي يقول لحدك انت ازاي بتتكلم مع اللاعب ازاي يفكر بالشكل الصح ازاي يعمل ايه في المواقف الصعب يعمل ايه لو فيه مشكلة عندنا زي ما قلت لحدك من الحاجات المهمة جدا لو فيه ضربات جزائق لو فيه فاول في وقت معي اكيد كده بنشوف كريستيانو بنشوف صلاح كريستيانو مشهور قوي كده بيقف كده بياخد نفس بشكل معين بيفوكس وبيشوت الناس مش فاهم ايه ده ده جزء من الاعداد النفسي والتامين النفس ده من التامين المهمة جدا اللي بيديه تركيز ازاي بيشوت فاول وحواليه الجمهور وازاي بيهو مركز ازاي يعذل نفسه عشان يشوته الكرة في المكان الفلاني اللي هو اريدي متضرب عليه اي حاجة اللاعب بيعملها او اي حد بنشوفه الداروة الانجليزي وبيشوت بشكل معين ولا مش عارف بيجيب جول عاملي زي وحنا تبقى منبهرين به هو عامله في التامين متضرب عليه لو قلتلك قول حاجة للاندية والاتحادات واللعابين في مصر بالنسبة ليه الاقصاء النفسي تقولهم ايه همتأخرين قوي يعني يعني احنا عندنا كل الامكانيات احنا ليه البند ده مش موجود والله مش عشان ده مجال شغلية يعني شايف بند التغذية متكلم فيه من الحاجات المهمة جدا 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 رغم ان هو مش مجالي بند الاعداد النفسي لازم يقى موجود ومن اول يوم هيفرق جدا جدا مع اللاعبين وهيفرق جدا مع الادارة وهيفرق جدا ان يبقى فيه شخص موجود دايما هو بيفصل اللاعب عن الاجواء المحيطة كلها هاي من الحاجات المهمة واي سينك ان كل الاندية او كل الادارات هم ما فهمين الكلام ده ايه سبب التخير انا مش عارف زي ما قلتلك في الاول مكسوفين اللي هو يقولك لا يا عم هنجيب طبيب نفسي ومش هينفع وعيب وحيقوله علينا ايه وبتالي مش عارف ايه الثقافة دي لازم تضاير لازم تضاير دكتور محمد انت شرفتني ونورتني حقيقة في التاني جدا وموسوط جدا ان انا شفتك النهاردة وانشرفت بيك شكرا جزيلا اشتركوا في القناة